أطمع إسرائيل التوسعية تتواصل وتتواصل معها المصادقة على المشاريع الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية سلطات الاحتلال التي لا تكترط لبيانات الشجب والاستنكار الدولية الرافضة لمشاريع الاستيطان تصدق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية وأشارت حكومة الاحتلال إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أودميم وكدار جنوب شرق القدس وإفرات جنوب المدينة خطوة لاقت إدانة واسعة من السلطة الفلسطينية التي طالبت في بيان لخارجيتها بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الإسرائيلية كما أشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن القرار الأخير محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل مؤكدا أن الفشل الدولي وخاصة الأمريكي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها ردود فعل رافضة لقرار الاستيطان الإسرائيلي الجديد صدرت من الأردن ومصر حيث دعت القاهرة الأطراف الدولية إلى تبني موقف قويا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها وطالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن تحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية من جانبها عبرت الخارجية الأردنية عن رفض المملكة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللقانونية في الاستلاء على الأراضي الفلسطينية وكانت سلطات الاحتلال قد استولت الأسبوع الماضي على نحو 2600 دنما من أراضي بلدة أبوديس والعزيرية وعرب السواحرة شرقية القدس المحتلة فيما صدر تقرير صادر عن حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأشار التقرير إلى إقامة تسع بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر إضافة إلى 18 طريقا استيطانيا وأغلاق المستوطنين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين وبناء الأسوار موضحا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة